اشتركوا في القناة من عامة الشعب بيصابوا بالأعراض الحساسية الأعراض الحساسية بيشمل بقى المسلس اللي احنا دايما نقوله العطس والرشح والحكة في الأنف وإن اللي بيتم السيطرة على هذا المرض بيحصل منه مضاعفات على الصدر ويحصل منه مضاعفات على الجيوب الأنفية وأشهرها التعبات الجيوب الأنفية الأمراض الحساسية عموما بتبقى جزء منها وراسي وجزء منها بيئي الجزء الوراسي ده لا تحلى الإنسان فيه لأنه بيبقى في الجينات المكونة ليه سواء من تجاه الأب أو تجاه الأم والجزء التاني بيبقى البيئي اللي هو الجزء المسبب للحساسية لكن في مصر تقريباً وفي العالم كله أشهرهم حشط حلم غبار المنازل الإفرازات بتاعتها هي اللي تبقى مسؤولة عن الحساسية بنسبة 90% وعندنا الحساسية نوعين به نوع على مدار العام ونوع موسمي اللي على مدار العام بيبقى الأعراض بتاعته بتشتد في الموسم بتاع التكاثر بتاع الحشرة دي والأعراض بتاستمر على مدار العام أما الموسمي بيبقى غالباً تيجي مسبب حساسية بيئي موسمي زي حبوب اللقاح والتعرض للأتربة والغبار اللي فيها حبوب اللقاح بالنسبة عالية الحقيقة أول حاجة إن إحنا في علاج المرض ده إن إحنا زي ما بنقول أورنس اللي هو إن المريض يبقى عارف إن ده إيه أعراض حساسية ويبدأ يذهب للدكتور المختص عشان نبنا يكلمه كده ويتشخص بدري ويبدأ الأعراض كلها تتعالج بدري التأخر في الأعراض بتاع الحساسية ده بيبقى بعد كده المريض بيجي بمضعفات معها والحقيقة بيبقى نعالج الحساسية ومضعفاتها ببعض اللحين بياخد وقت وبعض اللحين بيكلف المريض كتير سواء في وقته أو في صحته علاجها بيبقى أول حاجة اللي هو الوقاية الوقاية إن لما أبقى عارف إن أنا مثلا أختلف ببعض الحيانات زي القطة وكلام ده بيجي لي إيه حساسية من الشعر اللي هيها أو الإفرازات الجلدية بتاعتها فأنا أنا أتجنبها ثانيا لما أبقى في حبوب معينة حلقاة معينة معرف إنها هي اللي هي بتسبب لحساسية أبعد عنها عشان إيه الأعراض تقل تاني حاجة في العلاج الحساسية إن إحنا ندي المضادات الحساسية اللي يتوقف الأعراض بتاعها وهو العطس والرشح ده بالدرجة الأولى هما اللي بيستجيبوا العلاج وبعد كده بنيدي بقى البقاخات الكورتزونة الموضعية على أساس تقلل من احتفان الأنف طبعا الاتجاه الأمسة للكلام ده إن إحنا نعمل اختبارات الحساسية سواء اختبارات في تحت الجلد أو اختبارات اللي هي بنعملها إيه عن طريق الدم لكن اختبارات اللي تحت الجلد ده بتدي دقة بنسبة تسعين في المية وهي متاحة إنها تتعمل ومتاحة إنها إيه من غير مضاعفات كثيرة بعد ما بنشخص المسبب الحساسية البيئي عن طريق الاختبارات دي ممكن إن إحنا ندي الأمصال بتاعته لكن من خبرتنا إن الأمصال دي اللي بتبقى جاي من برة بتبقى متحبرة برة فبالتالي ما بتفوتش المريض قوي لإن النوع المسبب الحساسية اللي موجود في البيئة المصرية غير المسبب الحساسية اللي موجود في البيئة الأوروبية والأمريكية لكن العلاج اللي إحنا متبعين والأحسن والأمثل هو علاج اللي إحنا نضي مضادات الحساسية وبخاخة الأنف للتحكم في الأعراض بتاعته وأشكركم وللقاء آخر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة